منذ أن هاجرت إلى السعودية قبل أكثر من ستين عاماً حظيت الجالية البورمية المقيمة في المملكة برعاية بدأت بمنحهم إقامات بمهنة مجاور للعبادة في عهد الملك عبد العزيز وانتهاءاً بالعهد الحالي بمنحهم إقامات نظامية مجانية الرسوم لمدة أربع سنوات وإعفائهم من الغرامات المترتبة على عدم تجديد إقاماتهم لسنوات مضت وكذلك توفير فرص العمل المعفاة من الرسوم لأبنائهم وبناتهم وتقديم الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية المجانية ما قامت به وزارة الصحة من تقديم الرعاية الصحية التي وصلت تكاليفها إلى أكثر من 781 مليون ريال فقط في أعمال اللجنة ولا يفوتني أن أشيد كذلك بما قامت به كافة الجهات الحكومية وكذلك وزارة التعليم حيث التحق بالسلك التعليمي أكثر من 54 ألف طالب وطالبة من أبناء هذه الجالية عرف هذا المشروع المتحضر بعملية تصحيح أوضاع الجالية البورمية المقيمة في المملكة والذي معه لم يكن أمام وفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدول الخليج العربي وبعد زيارته للمقر الدائم لتصحيح أوضاع الجالية البورمية إلا التأكيد على أن التجربة السعودية تتمتع بإنسانية غير مسبوقة دون الالتفات إلى العرق أو اللون وألحق توصية لتعميم التجربة على الدول الأخرى للاستفادة منها تجربة خاصة جداً بالمملكة العربية السعودية إلا أن تجتمل على إضاءات كثيرة وعلى نقاط مضيئة يمكن الاستفادة منها في غير موقع وفي غير زمان وفي غير مكان ما يقرب من 250 ألف بورمي استفادوا من عملية التصحيح حتى الآن منذ انطلاقة المشروع قبل عامين وإصدار أكثر من 120 ألف إقامة نظامية مجانية لأبناء الجالية البورمية والذين قديموا من تسع مناطق مختلفة على مستوى المملكة هناك 1280 قرية في داخل أركان وما من قرية في داخل أركان إلا لهم مجلسون موجود عندنا في مملكة العربية السعودية فهؤلاء كلهم يوصلون لهم المعلومات ويأخذ منهم المعلومات ويشروعها عبر الوكالات بالإضافة يوصل لهم مساعدة بقدر استطاعتهم لأهالي مقاربهم يشكل مشروع تصحيح أوضاع البورميين هو التطوير ومعالجة أوضاع الأحياء العشوائية تجربة فريدة لا تقتصر على إعادة تخطيط وبناء وعمران الأحياء بطريقة عصرية بل هي معالجة لمشكلة ساكنها معالجة إنسانية وصحية واجتماعية من جدة حسن الطالعي العربية